اهلا بكم بلا شك السؤال اللي بيفرد نفسه بشكل مهم جدا ليه زادت السمنة في المراقين في الشباب في بداية الشباب لانه انا شايف انه في حاجات كتيرة قوي مش عب فيهم هما بس عب في ال situation بتاع التصرفات كتير من اللي حواليهم مشاريع بتتعمل في كل حتة تمام انا مع المشاريع وبحب جدا التطوير اللي بيحصل تروح الساحة تلاقي ما شاء الله مشاريع كبيرة بتتعمل فيه هنا في مصر فيه في كل مكان مشاريع بس فين الرياضة فين الرياضة في وسط المشاريع الكتيرة اللي معظمها اكل على فكرة يعني الاكل 80 او 70% من اي مجمع كده معمول الاكل محلات شغالة وفاست فود نزلة بالبرندات بتاعتها ايش سندوتشات ايش بيتزا ايش مش عارف ايه ويجي محل يعني حتى محلات الكباب والكفت اللي هو الاكل بتاعنا الشعبي اللي تحس انه هو يعني اكل بجد ده تلاقيه متواري خيبان كده مستخب كده هم اتنين تلاتة وبيقلوا الاكل السريع هو ده اللي موجود الشباب ملموم هناك بيشوف الشباب ملموم هناك حلو بس ليه مش ملمومين في الساحة الشعبية هي فين الساحة الشعبية اساسا انا زمان واتباروح الساحة الشعبية وانا شاب صغير هروح لعب سلة هروح لعب كرة هروح لعب اشيل شوية حديد اعمل اي حاجة اللي موجود العبه اللي متاح ليه يعمله وكان ببناش ندخل بتاعتنا منطقتنا كبرنا شوية وانتقلنا منطقة تانية بيتا روح النادي دلوقتي بينا ندور على النادي ده يعني النادي لما يحصل فيه اسلاح بينا مش بنعب نيلعب صلحوا الملعب ندور على ملعب فاضي بقى وندور على مين يلعب أساسا هم 12-13 انسان اللي بيلعبوا في منطقة فيها ملايين الناس المفروض تمارس رياضة زادة السمنة المفرطة بقى المراقين عندهم سمنة بقى تلاقي الشباب وتلاقيهم بقى موسميين يعني يحافظوا على وزنه شوية قبل الجواز بعد الجواز الدنيا بتضرب أول ما يتجوز تلاقي بقى المقاومة راحت خالص هم الاثنين قاعدوا مع بعض مفيش خروج هم الاثنين بدل ما يخرجوا ويعملوا رياضة الاثنين مع بعض لا قاعدين بتفرجوا على التلفزيون وبياكلوا وكل اللي بيعزموا بيعزموا مع أكل فتلاقي الاثنين الراجل والست وزنهم زادة ولذلك سمنة المراهقين شيء خطير تعالوا النهاردة نفهمه ونقرب منه مع ضيف العزيزة الذي يبدأ في حواره دائما وبيمتعني بهذا الاسلوب العلم الرشغ جدا السهل الممتنع في الشرح لكن كمان فيه تركات علمية بتتقال في منتهى الأهمية واحد من الميجاستارز لهذا العالم عالم جراحات سمنة في مصر الوطن العربي الأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات سمنة المفرطة والمناظر بكلية الطب جامعة عن شمس والمدير لوحدة جراحات سمنة بمستاذ شعود النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بينجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصل الأعلى تصنيف جودة دولة في جراحات سمنة أهلا بيك يا دكتور أهلا وسهلا إحنا بصدد طب كلمة سمنة الشباب إيه بقى إيه تعرفها إيه وقعها في الحياة في البداية اسمح لي أن أحيا حضرتك وكل السيد المشاهدين وكل فريق العمل الحياة طبعا سمنة الشباب الصغير اللي هم يعني اللي هم خلاصين سنوعة عامة أو في السن الأصغر شوية أو اللي هم مقبلين على الجامعة أو في سن الجامعة يعني هم دول الشباب اللي هو يطلق عليه سن المراهقة أو سن الشباب الصغير يعني طبعا هو يمكن حضرتك أفضت في الأسباب التي تؤدي إلى السمنة المفرطة في السن المبكر والحياة طبعا لا تخفى عن الحياة الممكنة اللي احنا فيها مع إهمال شوية في الرياضة والحياة يمكن السن ده يمكن ظروف الحياة تغيرت شوية المغريات طبعا بالسوشال ميديا ويعني التطور الرهيب في يعني في الأجهزة اللي هي تليفونات يعني والآيبادز والحاجات شوية الأكل كله آه طبعا ما فيش مشاوية ده حقيقة وبعدين فعلا لا يعني طبعا ده خات جزء كبير الحياة تغيرت فعلا يعني الحياة تغيرت فعلا بس برضو أنا مصمم دايما إن الواحد اللي عنده جينات للسمنة المفرطة هو أكتر قدرة إن جسمه يستوعب أقل كمية أكل ويخليه دايما على يعني استعداد إنه يزود وزنه بسهولة جدا فالأسر اللي هي بقى فيها وزن زيادة أطفالهم برضو أو الأطفال أو أولادهم عموما بيكون عندهم قدرة لزياد الوزن أكتر من قرناءهم يعني فبرضو أنا بكرر بقول إن السن صغير احنا مش عايزين نجليده تماما ولا عايزين نقول عليه إنه هو مهمل في الأكل أو إنه بيأكل بأكل زيادة احنا قلنا سببين السبب الأول إنه عنده جينات أصلا مورسة في معظم الناس يعني تؤهله لذلك النمر التانية النمر التانية برضو اللي عايز أقولها إنه طبيعة الحياة تغيرت يعني طبيعة الحياة تغيرت فعلا من مغريات في الأكل ومغريات في حاجة وما فيش وقت أصلا للرياضة يمكن دراسة بتشغله شوية عايز يخرج بقى في الوقت الفاضي بتاعه ففيه مغريات كتيرة جدا حياة اختلفت شوية يعني فعمش عايزين نجليد الشاب صغير أو الولد الصغير اللي عنده زيادة في الوزن أو البنت الصغيرة هما معندوش زم السبب الثاني اللي كنت بقى عايز برضو أقوله التالت بقى إنه الجسم بعد كسر الوزن الميت كيلو بيكون عنده هايبر انسوليني مكستيت أو زيادة مرضية في الانسولين الشحنك بقى بالراحة الحياة دي الحياة دي مهمة الحياة دي بتقول إنه في السن في الوزن الكبير هناك مناعة من الانسولين توفر الانسولين بصورة مرضية مما يؤدي إلى زيادة الشهية إلى الهاي كالوريك دايتس أو الأكل اللي فيه طاقة عالية هو يعني لو قلناها بطريقة تانية إنه إحنا لو الهايبر انسوليني مكستيت بتخلي الجسم اللي هو 80 كيلو ل70 كيلو ممكن تنزل الوزن بصورة أسهل من إن الوزن لو كان 90 ل70 أو 100 يبقى أصعب شوية من 80 و90 طب لو كسر المية بقى انت لو عايز تخس يعني جسمك ده حاجة كده مش عايزك تخس كانوا زمان بيضربوه بيا مثلا يعني في بعض الكتب أنه أو يعني بالصورة العادية خالص أنت بتزوق في حاجة عربية في مطلع يعني هو الجسم بيتغير طبيعته إلى طبيعة مضادة لينقاص الوزن بعد كسر المية كيلو عشان كده احنا عايزين أنصح كل الناس اللي عنده وزن حتى 5 كيلو حاول تنزله إنه أنت أسهل انت لو 10 كيلو هيبقى أصعب طب 15 كيلو زيادة أصعب وعشرين أصعب وأصعب طب لو كسرت أكتر من كده أنت لأ يا وزارة الصحة العالمية قالت إن الوزن اللي كسر فوقه كده بقى خلاص أنت بحتاج عمليات ما تضيع شوقت مش عارض نضيع وقتنا طول العمر في دايت غير مفيد يويو كيرفينج بتلاقي نفسك نزلت شوقت وزن رجع تاني وده كلام منظمة الصحة العالمية من سالة 1991 الكلام ده بدري قوي ومتاح لكل الناس قالت الناس اللي هي وزنها زاد عن طولها بمقدار كتلة يعني بس مش وزن يعني الوزن الوربان يكون أقل من 35 مش 35 كيلو وعندهم أي مشاكل من السمنة المفرطة يجب عمل عمليات السمنة المفرطة من تكمين معدى من تحويل مصار بأنواعه المختلفة كوسيلة آمنة يعني فعالة في إنقاص الوزن وتكون آمنة لإنقاص الوزن سواء في السن الصغير أو سواء في السن الكبير الظروف المحيطة بالشباب بالذات ظروف مختلفة شوية من ضمنها مثلا إن البنت مقبلة على الجواز إن البنت هتخلف ولا مش هتخلف وواء الأخيري وفي ناس عندها اعتقاد لا البنت لسه ما تجوزتش فمنعملهاش أي عمليات ده البنت اللي عمتعملها عمليات مش هتعرف تخلف ناس حفظت كلام ده الجانب الآخر تأثر الشباب في القدرة الجنسية كمان بالسمنة المفرطة اللي بيعانوا منها طبعا سواء ده في منتهى الأهمية ويمكن ده سؤال أنا بتسئله كل يوم يعني تقريبا صورة مستمرة هو موقف قاعد وأم أو أب قاعد وبنته معاه أو ابنه معاه هو إيه يعني احنا بنعمل حاجة صح ولا غلط بالنسبة لحياة الإنجابية أو خلينا نتكلم احنا يعني في مصر يعني لازم نفكر بطبيعتنا العدية احنا دلوقتي السمنة المفرطة تؤدي إلى تأخر الإنجاب ده طب مش كلام عادي خالص احنا دلوقتي السن الصغير المقبل على الزواج لو فيه 100 سيدة أو 100 بنت عندهم تكايس المبيض 80% منهم عنده سمنة مفرطة المسببة لتكايس المبيض تكايس المبيض والطراب الهوربونات بيعطل أصلا الإنجاب والحل في إيه ادي بقى علاجات في واحد عنده سمنة مفرطة أو بنت عندها سمنة مفرطة عندها صوبة في الإنجاب عندها تكايس المبيض أو لخبطة في الدورة يدي لعلاج واثنين وثلاثة ويقعد معها سنة وسنتين وثلاثة لا يوجد علاج غير انقاص الوزن لا يوجد علاج غير انقاص الوزن ويمكن أكيد أطباء النساء أو استشاري النساء بيقول لها أول حاجة انزلي في الوزن ويمكن بيدوا حاجات دلوقتي أصلا من البداية عشان انقاص الوزن عشان تبتلي أنها تتحسن الدورة الهرمونية بتاعتها يبقى إذن رقم واحد السمنة المفرطة تؤدي إلى تأخر الإنجاب وعدم القدرة على الإنجاب والضعف الجنسي عموما عند الرجال لأنه يعني كل كان دايما كل كيلو زيادة في الوزن يؤثر بالسلب على الصحة الإنجابية والقدرة يعني هي القدرة الجنسية أو القدرة على الإنجاب بالنسبة للرجال لأنهرمونات الدهون بتحول الهرمونات الزكورة يعني إلى هرمونات أنسوية يعني بالبلد كده أن الدهون بتؤثر بالسلب سواء بالنسبة للبنات أو الولاد ذكر أو بنت يعني بتحول طبعا قدرتهم على الإنجاب بالسلب إلى صورة مرضية طيب إحنا إيه الحل اللي إحنا بنعمله هو إنقاص وزن فبيضاعف القدرة على الإنجاب بيحسن الدورة الهرمونية ويعيد الاتزان الهرموني مرة أخرى للبنات يعني البنت اللي عندها سمنها وفريطة أنا يعني تقريبا 90% منهم دورة من ملخبطة عندها جزء من تكاوس المبيض عموما يعني فده واضح جدا بعد إنقاص الوزن بترجع لأمور بتطعباتها جدا ويمكن أنا يعني مثال يمكن في سنة أكبر شوية كان جايلي زوج وزوجة يعني من السودان من حوالي خمس ست سنين وكانوا قاعدوا عملوا IVF يمكن كذا مرة يعني والوزن ما بين 170 و180 كيلو هما الاثنين كان بعد والله ده حصل كان جولي في عياد حتى المرد ستاعد معادي ده معلال إن السنة مرض معدي لا هو يمكن ما كانواش يوغدين بالهم أو يمكن هو صدفة وعادة يمكن حصل طلاقي يعني ده نصيب إنه هما اتجاوزوا بعض المهم إنه هو قاعدوا يعملوا IVF كذا مرة وكانش في قدر الإنجاب سنتين اتنين راجعين مخلفين وزن نازل وبدون أي IVF وبدون أي علاج فرموني وبدون أي حاجة خالص لأن إنقاص الوزن هو علاج يعني هو السن اللي هو الوزن الكبير عنده صعوبة كبيرة جدا في الإنجاب فبطمن كل أم وكل أب عنده ولد صغير أو شاب صغير أو بنت صغيرة إنه إحنا ما كانكو بنفكر بالطرق العالمية المزبوطة تابع الجهد لعينز الطبي العالمي كله بيتطبق بصورة مزبوطة إحنا بدلكو في ده أنتوا لا تملكوا التفكير الطبي إحنا هنكون بدلكو في ده وده إختيار مزبوط لإنقاص الوزن سواء تكميم معدى أو تحويل مزار وإمكان إحنا بنفضل زي ما قلنا فيه الصغيرين بنعمل تكميم المعدة بالمنزار وهي عملية أصلا بسيطة يعني فتحات صغيرة يعني بتقعد إقامة في المستشفى 12 ساعة العملية أصلا لا تستغرق أكتر من نصف ساعة في معظم الناس بترجع لحياة الطبيعية خلال يومين فهي تعتبر حاجة بسيطة جدا 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 ويمكن ما هي إلا تصغير لحجم المعدة لا تؤثر على امتصاص لا تؤثر على النمو لا تؤثر على أي حاجة خالص تتعلق بالنمو الهرموني بل بالعكس هي بتعيد الاتزان الهرموني مرة أخرى إلى البنت اللي هي المقبلة على الزواج في نقطة تانية عايز أقولها إن البنت دي نقطة مش طبية بس هو البنات الصغيرين أو الشباب الصغير يعني السمنة المفرطة تعتبر هزيمة اجتماعية لها لا طب هي لا لا ما عنداش قدرة لمواجهة المجتمع بل إنه البنات في بنت يعني كان برضو من الهيستر كده أعرض سنتين اتنين وتروحش دراسها أصلا ما هي خلال السنوال عامة بتاعتها ودخلها كلية ما راحتش الكلية أعرض سنتين في البيت ماش عايزة تنزل لدراسها ولا هي عنداش قدرة عنداش ثقة في نفسها وتم إجراء عملية تكميل ميعدة لها ورجعت لحياتها الطبعية بترجع لحياتها الطبعية بقى بعد كده بترجع بقى تتصور وتخرج وتلعب رياضة وتلبس وتتصور وتملأ كل الحاجات أنا عادة معظم يعني الشباب الصغير بي عندهم متعلقين بها شوية فبيبعتولي أخبارهم ويمكن هورحك شوية حاجات جميلة كده بعد التصوير شباب تغير صورته تماما من واحد مهزوم اجتماعيا السمنة حبسة جواها من عدم قدرة على الموارسة رياضة عدم ثقة بالنفس عدم يعني مش عارف يلعب رياضة أو عايي لعب رياضة إزاي على وزن 100 كيلو أو 120 أو 150 كيلو صعب فيه مخاطر على فكرة مخاطر على القلب ومفاصل ممكن يحصل وللأ قدر لالله أطعب في الروباط الصليب لو بدأ يمارس رياضة بيحصل 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 بعد ما ينخلص بينزل وزنه بيرجع حياة طبيعية احنا عايزينه يرجع حياته للوضع الطبيعي المصبوط بس كده على فكرة ده شيء نقف قدمه كتير إنه الوزنهم زيادة قوي ساعاته ما عندهم حماس وخصوصاً ما هم شباب يروحوا يمارس رياضة يروح جيم أو يروح مكان يمارس رياضة بدون إشراف طبي بيعرض ركبته بيعرض قلبه وبيعرض ضغطه إلى ما ينفعش أروح زي ما أقوله أروح حارب وأنا حطط على كتافي يعني دهون وكوارث كتير قوي تب أدخل الحرب وأنا مكبل لحرب الرياضة يعني مكبل بأشياء في المنطقة الخطورة فبيبقى الثمن إيه أطع رباط صليبي وضروف ركبة مشكلة ديكتانية بقى ممكن تخليه يوازه يزيد برضه أنت حيك بتطلب منه المستحيل يعني الأسرة بتقوله يابني بطل أكل وقع بطل أكل إزاي ما هو أصلا الجسم عنده شراها للأكل هو الجسم كده هرمونيا مؤهل وقاعد وزنه 120-130 كيلو أنت متوقع منه إيه هو مش بسبب هو هو ده جزء هرموني بحت النمر التانية إلعب رياضة وانت في وزنك انزل يابني بتحرك وإلعب رياضة إلعب رياضة إزاي ما هو بيروح ينهج من 10 دقيقة ما يقدرش يطلع سلم حتى بيتطلب منه الحاجة المستحيلة فعشان كده هي عمليات إنقاص الوزن حل ناجز لرجوع الحياة الطبيعية لوضعها الطبيعي كما يجب بالنسبة للسن وبنسبة للحالة الصحية المصاحبة للسن المفردة السؤال اللي بيفرض نفسه بقى هنختار تكميم ولا تحويل المصار وخصوصاً تحويل المصار معروف أنها عملية وإحنا اتفقنا قلت لنا أنه لابد ده من أخذ فيتامينات مدى الحياة بالنسبة للتحويل المصار هل المريض الصغير في السن عنده قبل إيل كده بيحصل يعني انبارح كنت في اسكندرية في السنتر بتاعنا في اسكندرية وكان عندي أنا يعني يعني دايما ببقى ميال للتكميم في السن الصغير لكن أنا لقيت واحد سن 21 سنة وزنه 180 كيلو وهو يعني ما عندوش أي عزيمة خالص لتوقف عن الأكل لو عنده شراهة فعلا غير عادية غير معتادة فطبعا أنا حبيت أن أعمل له تحويل المصار أكتر من التكميم الشرط التاني اللي أنا بعمل فيه كده يعني غير الأوزان الضخمة قوي إن 21 سنة 180 كيلو يعني أنت عايز عملية فعالة بزيادة إن لقيت دعم أسري معايا كويس جدا يعني أبوه فعلا ومامته قاعدين مركزين قوي وقالول إحنا هنساعده في إنه ينتظم على إذا كان فيه فيتامينز ما بعد العملية قالوا لأ لازم نديله فيتامينات إحنا هنشرف عليه بدا إذا توفرت الدعم الأسري والوزن معدي بزيادة يعمل تحويل المصار ليه لا لكن إذا لم يكن هناك تحويل المصار عملية بسيطة يعني ممكن إحنا شايفين في الانيميشن تصغير لحجم المعدة مع استبعاد جزء بسيط من الأمعاء اللي هو بيستبعد 70% تقريبا من السكرية والدهون الحاجة الثانية اللي عمل فيها تحويل المصار إذا كان الطفل عنده سكر ما قال ليه لا إحنا نعمل تحويل المصار هي أقوى من التكميم على اللونج تارم بالنسبة لي للسكر في معادة ذلك هي أنا دايما بحب تكميم المعدة بتكون في الأوزان اللي هي صغيرة شوية السن صغير لن تؤثر على الانتصاص لن تؤثر على النمو لن تؤثر على فإذا هي عملية خفيفة التكميم والتحويل يعني سواء عملية تكميم أو تحويل هو وقت قصير يعني نفس الوقت في العمليات مش هتفرق خالص تقنيا إحنا بس هتفرق معنا لكن مع الشاب الصغير اللي بعمل عملية هي مش هتفرق مع حاجة خالص لا في المتابعة لو قعدنا نقارن ما بين التكميم والتحويل هي لن يكون هناك فارق ما بين التكميم والتحويل في المتابعات إلا فقط في الكسافة شوية في أغض الفيتامينز إذا توفر الدعم الأسري والدعم الأسري أنا شايف يعني السن الصغير طبعا محتاج دعم شوية لأن هم عندهم وقت هادر كتير وخصويا في السن بقى الأقل من 20 سنة وقت في نادي وقت في دراسة وقت في جامعة فهو متساب لنفسه فترة كبيرة جدا محتاج شوية نصوايح يعني أعتبر العملية دي أنت مش عاملها للطفل أو السن الصغير أنت عاملها للأسرة كمان بحيث أن هم يساعدوا السن الصغير أنه يستمر على إنقاص الوزن أو يستمر فيه أنه هو يتابع يعني الكتالوج بتاع العملية ما بعد ذلك بعد العملية هل المريض بيطيع هل بتقلي الشباب عندهم نسبة طاعة كويس جمال جدا جمال جدا هما بيتبسطوا من نفسهم اجتماعيا وعشان كده هما بحفظان لنفسهم بقى عندهم هاجس كبير جدا أنه هما يلقبطوا في حاجة وتلاقيهم مبسطين وبتصوروا وهم حرسين جدا وحاجة تانية أن عضلتهم كويسة حركتهم كويسة لسه عندهم نشاط لسه عندهم عزيمة أكتر من ناس تانية يكون عندهم مفاصل فيها أستو أرثوريتس أو يكون عندهم مشاكل صحية تمنعهم من الحركة هما دول أكتر ناس في جراحة السمنة بيستفيدوا من إنقاص الوزن بصورة فعالة أنا بيجبني جدا الشباب اللي فاهم عنده ثقافة عادت مع شاب ابن واحد صديقي جدا عنده 18 سنة كان عنده سمنة مفرطة وبدأ الضغط ويعلى فهو نفسه فاهم يعني هو نفسه قعد معايا فقال لي أنا عارف أنا جراحة سمنة أنا عارف هم بيغروا كتير فاهم يعني حتى والد والدته في الأول اتخضوا من الجملة وبتاع قلتولهم هو فاهم عنكو الجيل القديم يمكن عنده برضو لسه عدم لا ده دول فاهمين يعني إيه جراحة فاهمين بيعمل إيه وبعدين اللي عجبني جدا أنه بعد ما أجرى الجراحة قعدت معاه مرة وهو بيأكل لقيته فاهم أكله زي بعد الجراحة هو نفسه وقال جملة جميلة قال لك أنا بأشبه خلاص هو إنسان طبيعي جدا على فكرة هو مسألة الأكل على فكرة عايز أقول لكل الناس أن الأكل ما بعد عملت تكميم هو أكل صحي تماما أكل عادي يعني أكل البيت الطبيعي احنا مفيش احنا مش نص بيت صباحا ومساءا سكريات وشوكولاتات والأيس كريم لأن العملية دي ما بتأثرش على انتصاص زي ما اتفقنا فإذا هناك يعني تحفظ بسيط يعني خليك في المعادل يعني الطبيعي العادي أنت مش عاشها عامل عملية في تقوم يعني كل أكلك يكون هو سكريات فقط وما تقولش أكل طبيعي اللي البيت الأكل اللي موجود في البيت كله عادي الطبيعي العادي خالص بس كمية بالكميات اللي تستوعبها المعدة وهي المعدة أصلا زيارة الشبع وتقليل الجوع بعد التخلص من نسبة كبيرة من هرمون الجوع بيخلي الإنسان إنسان طبيعي جدا 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 بيشبع وتوميتد يعني هو بيشبع وبيبقى مبسوط جدا بوجباته الأكل طبعا ما فيهوش جوع خالص فيه شبع بكميات يعني على فترة أكبر شوية هو بيبقى مستكفي مبسوط جدا جدا وما يعودش في البيت فترة كبيرة هو فترة يوم أو يومين ما بعد إجراء العملية انزل شغلك العادي يعني مش لازم تقعد بقى في البيت وزياراتك لا ده فتحات صغيرة خالص إقامة 12 ساعة ما فيش عملية صعبة اسمها أنت بتخرج فيها في 12 ساعة من المستشفى فينزل لحياته الطبيعية ما يعرفش حد حتى إنه أعمل عملية مش لازم تحدث يعني تغير في المجتمع اعمل عمليتك وخل الناس تسأل إنت ليه خسيت هو ده السؤال خل الناس تعجب بي خليها ستنبهر بش فكلك جديد لأول مرة ما لمحك هتبان بيبان جدا الفرق بين السمنة هذا الشكل اللي بيفرضه عليك العفاريت اللي اسموهم الأكل فاست فود وبين الشكل بتاع خلط ربنا الطبيعي اللي بعد ما السمن بعد بتروح وترجع لشكلك اللي انت عمرك ما شفته قبل كده أول مرة هتشوف شكلك الطبيعي بعد ما ترجع لوازنك الطبيعي هتشوف شكل غير تماما قبل كده لشك كده فيه ناس ما بتعرفه مش لكن كلام العيان ممتع للغاية وأكيد هيكمل لنا مدعى للحوار الأكثر من ممتع اللي مع ضيف العزيز الأسوة الدكتور كريم صبري نحن نسمع قصصه بس مع مرضى تعالوا نسمع مع بعض صورة من صور اضراحات السمنة في المراهرقين أول دي مربع خمسي إذا كنتم أمود اللي عندي السمنة وما كنتش بلاي مأساتي عبدالله رحتله قال لي عمل لك التحويل مصار أنا وزني مية أربعة خمسين عملت عملت تحويل مصار وخاتست خمسين كنت بعانم السمنة كنتش بلاي أدر أمشي ولا أدر أتنفس وبعد ما أعملت العملية بيت أحسن من الأول وبعد أدر أتنفس وأشتغل كنت مأكرب كتير وكنت بدخن بعد العملية بقيت أكل كمية ليلة وبخيس